موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين الأعزاء أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقاتنا على قناتكم قناة مغربي وبريطانيا مروكن أند بريتش نكمل معكم مستجدات شيرة الزواج والخطوبة البريطانية في ذلك سنقدم لكم بعض التواريخ التي حصلت على شيرتها إذن في أول مثال هذا الشخص يقول بأنه قد قدم معلوماته البيومترية في التاسع عشر من يوليوز لكنه لم يتوصل بأي إيميل بعد إذن لم يتوصل بإيميل إيكو انتري كليرنس أوفيسرز بعد إذن يقول بأنه قدم تشيرة عادية من داخل بريطانيا ويقول بأنه قد توصل مع الهوم أوفيس الأسبوع الماضي وقالوا له بأنهم قد توصلوا بالملف الخاص به وكذلك المعلومات البيومترية إذن ربما هناك مشكل أو هناك سبب واضح لعدم تسريع القضية الخاصة به لأنها قضية من داخل بريطانيا إذن يجب أن تكون سريعة لكن ربما هناك شيء يتحققون منه قبل أن يقوموا باتخاذ القرار إذن نمر إلى مثال آخر هذا الشخص هنا يقول بأنه قد قدم معلوماته البيومترية في الحادي عشر من سبتمبر من الآن 2023 يقول بأنه قد تلقى إيميل إيكو في التاسع عشر من سبتمبر من الآن 2023 ويقول بأنه قد توصل بإيميل قبول التأشيرة في الرابع والعشرين من سبتمبر من العام 2023 ويقول بأن إيميل سحب جواز السفر توصل به في الخامس والعشرين من سبتمبر كذلك يقول بأنه قد قدم عبر الخدمة السريعة إذا نمر الآن إلى مثال آخر هذا الشخص هنا يقول بأنه قد قدم معلوماته البيومترية في العاشر من غشة من الآن 2023 يقول بأنه قد توصل بإيميل إيكو في الخامس من سبتمبر من العام 2023 يقول بأنه قد توصل برسالة القبول في السابع عشر من سبتمبر من الآن 2023 ولكن تم اتخاذ القرار في الرابع عشر من سبتمبر من الآن 2023 كذلك يضيف بأنها تأشيرة آدية وبأنه لم يوظف مستشارا قانونيا إذن نمر إلى مثال آخر هذا الشخص هنا قدم لتأشيرة زواج آدية يقول بأنه قد قدم بدون خدمة مستشار قانوني ويقول بأنه قد تم اختيار الخدمة السريعة يقول كذلك بأنه قد قدم المعلومات البيومترية في 13 سبتمبر من العام 2023 إيميل الإيكو كان في 19 سبتمبر من العام 2023 وقد توصل بإيميل من الفيفس يقولون بأن جواز السفر سيتم إرساله عبر البريد في 23 سبتمبر من العام 2023 يقول بأنه قد رقى إيميل يقولون بأنه قد تم قبول التأشيرة في 24 سبتمبر وقد توصل بجواز سفره في نفس اليوم إذن نمر إلى مثال آخر هذا الشخص هنا يقول بأنه قد قدم من داخل بريطانيا Inside the UK يقول بأنه قد قدم لتأشيرة جد سريعة إذن يقول بأنه قد قدم المعلومات البيومترية في السابع من غشت من الآخر 2023 وقد توصل بإيميل في نفس اليوم في السابع من غشت إذن بأنه قد تم اتخاذ الغرار وبأن التأشيرة ناجحة يقول بأنه لم يوضغف مستشارا قانونيا إذن حتى نبين فالتقديم من داخل بريطانيا يعني بأن الشخص داخل بريطانيا إذن فهو يقدم من داخل بريطانيا أما التقديم من خارج بريطانيا فهذا يعني أن الأشخاص أو الشخص الذي يقدم من خارج بريطانيا لم يأتي إلى بريطانيا بعد وحتى وإن قام زوج أو زوجة الشخص الذي سيقدم من خارج بريطانيا سيقدم من داخل بريطانيا فإن هذا يعتبر تقديم من خارج بريطانيا لأن صاحب الطلب لا يزال خارج بريطانيا إذن كل من يمكنه أن يقدم من داخل بريطانيا هم الأشخاص الذين يتواجدون شخصياً داخل بريطانيا إذن الأشخاص الذين يتواجدون خارج بريطانيا يمكنهم التقديم من داخل بريطانيا عبر شريكهم البريطاني لكن هذا الملف سيعتبر تقديماً من خارج بريطانيا وسيكون الوقت أو وقت الانتظار الخاص به هو وقت الخاص بتأشيرة من خارج بريطانيا إذن إذا كنت خارج بريطانيا وتريد التقديم للتأشيرة يجب أن تختار من خارج بريطانيا عندما تملأ الاستمارة الخاصة بك نمر إلى مثال آخر هذا الشخص هنا يقول بأنه قد قدم المعلومات البيومترية في 11 من غشت من العام 2023 قام بأداء طلبات للهوم أوفيس في السادس وفي التاسع عشر من سبتمبر من العام 2023 وقال له بأنهم لا يزالون ينتظرون اتخاذ القرار في السابع من سبتمبر من العام 2023 تلقى إيميل العيكو وفي الثاني والعشرين من سبتمبر من العام 2023 تلقى إيميل من الثالث يخبرونه بأن جواز الصفر جاهز حتى يتم سحبه وفي الثالث والعشرين من سبتمبر تلقى إيميل أن التأشيرة ناجحة ويقول بأنه قد قام بسحب جواز الصفر الخاص به في الاثنين الماضي والآن نختم حلقتنا مع هذا المثال مثال من المغرب لأحد المتابعين الكرام يقول بأنه قد قام بتقديم المعلومات البيومترية في الرابع عشر من سبتمبر من العام 2023 ويقول بأنه قد اختار الخدمة السريعة يقول بأنه قد تلقى إيميل إيكو في العشرين من سبتمبر من العام 2023 ويقول بأنه في الرابع والعشرين من سبتمبر من العام 2023 تلقى رسالة القبول إذن قبول التأشيرة يقول بأنه قد تم اتخاذ القرار في الواحد والعشرين من سبتمبر من العام 2023 إذن الآن لا يزال ينتظر إيميل سحب جواز الصفر الخاص به إذن هاني الله وشكرا على المشاركة إذن هكذا أصدقائي نكون قد أنهينا معكم مستجدة تأشير الزواج والخطوبة البريطانية في هذا الأسبوع نلقاكم إن شاء الله في أسبوعين آخر شكرا على المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته